بالنسبة لموضوع السايتوكاين حكينا ان السايتوكاين هي عبارة عن اشارات او رسائل ما بين الخلايا سواء كانت في الانت او الادابتف يعني بتربط خلايا الانت مع خلايا الادابتف عاساس تكمل بعض في عملية ايش الاليمينيشن لا المايكروب او لا الباثوجين لكن انكون عارفين شغل انه هاي السايتوكاين او هاي الرسائل مش شرط تكون دائما الهدف منها الانفلاميشن تمام ممكن تكون هاي السايتوكاين انفلاماتوري سايتوكاين او ممكن تكون انتي انفلاماتوري سايتوكاين يعني انهيباتوري سايتوكاين تمام اذا السايتوكاين هاي اما بتكون انفلاماتوري يعني بتحفز الانفلاميشن بتحفز الاكتيفاشن للاميون سيلز تستدعي المزيد من خلايا اليميون سيلس على أساس إيش تعمل اليميونيشن للأنتجن لكن أحياناً هاي السايتوكاين في حالة مثلاً صارت عملية اليميونيشن لمايكروب أو للأنتجن بدنا نبلش نعمل تيشو ريجنريشن فبهاي الحالة لازم هاي السيلس ترجع تبعط إيش انتي انفلماتوري سايتوكاين على أساس نفبط من هاي الخلايا ونعملها من خلال زي ما حكينا وتموت هاي الخلايا ويضل منها جزء كميموري ونبلش عملية لتيشو مكان مكان موجود المايكرو طيب أمثلة على هاي السايتوكاين إيش في عندي أمثلة مثلاً بحكيلي في عندي الانترفيرون الانترفيرون هو سايتوكاين معروف كأنتي فيرال سايتوكاين تمام؟ هو أنتي فيرال سايتوكاين يعني الانترفيرون هو انفلماتوري سايتوكاين لكن أكثر إشي للفيروس تقوى عندها سؤال تقوى الرابط بتاع المحاضم محلشة 12 على المدر غلط ولا إيش لشان أنا بالأول فتت على ما في شي بعدها فتت على الرابط اللي على الفيسبوك وفات هسا هي الشغلة إنه في رابطين واحد للأوفيس أور واحد للمحاضرة فبجوز أنتو كيبستوا بالغلط على المحاضرة فأنا بعد ما تخلص المحاضرة حابعدهم الرابطين على البعض أساس ما تلخصوكاين تمام تمام طيب إذن الانترفيرون حكينا هو الانتي فيرال سايتوكاين كمان في عنا عائلة الانترلوكن والانترلوكن هاي عائلة كبيرة تضم انفلاماتوري سايتوكاين وانتي انفلاماتوري سايتوكاين في عنا الكولوني ستمولاتين فاكتور في عنا الكيموكاين حكينا الكيموكاين بيخون الهدف منها هو ككيمو أتراكتان في عنا تيومور نيكروسس فاكتور في عنا جروس فاكتور هاي كلها بتدخل في عائلة السايتوكاين وحكينا إنها بتشتغل كسيجنل ما بين الانيت والأداتيب إميون سيل وتحديداً ذاكر لي في السلايدي إنه بيزيد التواصل أو للكومنيكيشن ما بين الفاقوسايت اللي هي المونوسايت والديندرتيك سيلز والماكروفاج والنيوتروفيل مع الليمفوسايت سواء كانت البي أو التي سيلز وكمان ما بين الناتشرال كيلار والسيدي ايت تي سيلز تمام؟ مثلاً في هاي الرسم اللي إحنا شايفينها في عندي فيروس فات حكينا انتراسيلولر فات لداخل الخليج هاي الانفكتد سيل المصابة هتفرز سايتوكاينز تحديداً انترفيرون ألفا وبيتا تمام؟ هاي انفرزت من الانفكتد سيل هتعطي إشارات للأنفكتد سيل إنها تصير عندها ريزستانس يعني تقاوم الدخول الفيروس لداخل يعني هاي في عندي أنا هون خلايا خلايا تمام؟ أجعل وحدي فيها فيروس فهاي الخلية هتفرز سايتوكاينز انترفيرون ألفا وبيتا هتعطي إشارات لمين للخلايا اللي غير مصابة إنها تعمل ريزستانس ايش يعني؟ يعني مثلا الفيروس دخل لداخل هاي الخلية من خلال إنه عمل حال والريسبتر تبعه بيشبه ريسبتر طبيعي بتستقبله خلية الجسم وبتفوته لداخلها فإيش لما نيعطي إشارات أو رسائل للخلايا الغير مصابة؟ إيش بتعمل هاي الخلايا؟ ممكن مثلا أحد الميكانيزم إنها تعمل إنترناليزيشن للريسبترز الموجودة على سطحها يعني الريسبترز اللي ممكن هذا الفيروس يستخدمها كريسبتر يفوت من خلاله داخل هاي الخلية لما تعطي إشارات إنترفيرون ألفا ألفا وبيتا إيش رح تصير؟ رح هاي الخلايا المجاورة الغير مصابة تعمل إنترناليزيشن للأنتج أو عفوا للريسبترز الموجودة عليها بالتالي الفيروس ما رح يعرف يدخل مين للخلايا المجاورة فهاي عملة فيروس رزيستنس سيل طيب كمان هاي الانترنالي انفكتد سيل حكيانا مين بتحفز؟ حكيانا بتحفز الناتشرال كيلر سيل بتحفز السايتوتوكسيك سي دي اي تي سيل طيب لما تشوف الخلية سواء كانت الناتشرال كيلر هاي هاي انفكتد سيل حكيانا اللي بعرف يميز إنه هاي فيها انترنال مايكروب أو انترنال انتجن حكيانا مين؟ هما السي دي اي تي سيل او السايتوتوكسيك تي سيل و الناتشرال كيلر هدول بميزوا إنه هاي الخلية انفكتد فايش بيعملوا؟ بيفرزوا مادة كانتيفيرل بتعمل قتل للفيروس الموجود في داخل هاي الخلية اسمه انترفيرون جاما تمام؟ إذن بتفرز الانترفيرون جاما إذن هون شفنا الانترفيرون كيف بيشتغل ضد الفيروس سواء من الخلية نفسها أو من خلايا الاميون سيل اللي هما الناتشرال كيلر والسي دي اي تي سيل طيب بحكيلي هون في دراسة عملوها في الصين في فترة فيروس الكورونا لاحظوا إنه الأشخاص اللي عانوا من أعراض سيفير لفيروس الكورونا كان عندهم السايتوكاين بروفايل الموجود في جسمهم كان فيه إشي بنسميه سايتوكاين ستورم شو يعني سايتوكاين ستورم؟ يعني كمية هائلة إفراز كمية هائلة من السايتوكاين ولما نيجي نقيسها في صيرهم المريض حتكون بتراكيز عالية جداً في هاي الحالة لما تكون عند الشخص اللي مصاب بفيروس الكورونا السايتوكاين ستورم إيش رح نتأكد أو رح نتوقع إنه حيكون هذا الشخص معرض للمعاناة من أعراض شديدة من فيروس كورونا تمام؟ فمثلاً في هاي الدراسة اللي عملوها لاحظوا إنه الإنفلاماتوري سايتوكاين مثل التين أف ألفا والإنترفيرون جاما والإنترلوكين ستة والإنترلوكين عشرة وغيرها لاحظوا إنه هاي الإنفلاماتوري سايتوكاين كانت عالية جداً لهيك قبل ما يستنوا إنه المريض يتطور وتصير عنده أعراض شديدة لهيك بلشوا معاه العلاج حتى لو ما كانت ظهري لسه الأعراض الشديدة عليه لأنهم يتوقعوا إنه هاي الأعراض حتصير شديدة مع مرور الأيام ليش؟ لأنه عنده سايتوكاين ستون طيب بالنسبة لكيميكا الميدياترز بيحفزوا على الإنفلاميشن والاستدعاء لخلايا الإميون سيلز غير السايتوكاين شو في عندي رسائل ما بين الخلايا للتواصل غير كلمة سايتوكاينز فيه عنده سيري أكتف بروتين هو عبارة عن كيميكا الميدياتر برضو بيساعد على استدعاء الخلايا لمكان الإنفلاميشن وبيساعد على الإنفلاميشن فيه عندنا مادة الهستامين اللي إذا حكينا إذا بتذكره تنفرز من الماصدسل ومن البيزوفيل وهاي مسؤولة عن الإنفلاماتوري إميون رسبونس يعني بتعمل الفازو دايليشن وإنكريز بيرمابيليتي فبالتالي بتصير تفوت خلايا فاقوصايت أكثر لمكان الإصابة أو لمكان الإنفكشن كمان في عندنا أذر كيميكا الميدياترز بنسميهم الكاينينز الكاينينز هم عبارة عن سمول بيبتايب موجودين بشكل طبيعي في الجسم أو في السيركوليشن لكن بطريقه إن أكتف إذا صار إنفلاميشن أو صار إنفكشن رح يصيروا هذول الكاينينز أكتف ومسؤولين عن الشعور في الألم وحكينا إنها هاي أحد أعراض الإنفلاماتوري إميون رسبونس طيب لو نشوف هون مثلا حكيلي في هاي المنطقة أجا مايكروب وصار في عندي هون مكان للإصابة هاي مكان الإصابة رح يستدعي رح يفرز مواد تستدعي خلايا من الإنيت خلينا نبدأ في الإنيت إميون سيستم رح يستدعي خلايا من الإنيت إميون سيستم تيجي تحاصر تحاول إنه تحاصر المايكروب وتسيطر عليه وتعمله إليميناشن فالسايت أوف إنفلاميشن مكان الإصابة السلذ اللي انصابت أو صار في موقعها إنفكشن بالمايكروب رح تصير تفرز ميدياترز عأساس تحفز أو تستدعي خلايا أخرى إيش هدول الميدياترز اللي رح تستدعيها رح تفرز شغلات تزيد من الاندوثيليا الاكتيفاشن يعني حتزيد البرمابيليتي الكابيلر بيرمابيليتي حتعمل الفازو دايليشن عأساس تستدعي خلايا الفاقوصيد كمان حتفرز كيمو تاكتن إيش هم الكيمو تاكتن؟ اللي هم المسؤولين عن الكيمو تاكتن أو الكيمو أتراكتن هدول برضو بيستدعوا أو بيتجذبوا خلايا الانيت إميون سيستم إنها تيجي على مكان الإصابة عشان تعمل إليميناشن للمايكروب ففي هاي الحالة كان في عندي في السيركوليشن كان في عندي فاقوصيد وصلها إشارة على شكل ميدياتر للإنفلاميشن سواء كانت هاي المادة كيمو أتراكتن ولا كانت مثلا هستامين حيزيد من زي ما حكينا البرمابيليتي وحيوسع البلد فيزلز حيمرر الفاقوصيد لداخل التيشو حتفوت على مكان الإصابة تمام؟ طيب بالنسبة لأدابتف إميونيتي حكينا إنه الانيت إميونيتي هي رد الفعل الأول لكنها ناني سبيسيفيك وما في إلها ميموني الأفضل منها هي الأدابتف إميوني رسبونس لكنه حييجي لاحقا فبالتالي بده وقت أطول لكنه هايلي سبيسيفيك وفي إله ميموني لو بدي أذكر كخصائص ألخص اللي حكيته عنه في خصائص بعطيه أربع خصائص إيش هم الأربع صفات أو الأربع خصائص للأدابتف إميوني رسبونس بتميز في إنه عنده أنتي بادي سبيسيفيك حكينا أصلا الأنتي بادي برودكشن بصير بعد تحفيز البي سيلس وتحولها لبلازمة سيلس فالأنتي بادي هو فقط موجود في الأدابتف إميوني رسبونس في عنده هايلي سبيسيفيك ليش سبيسيفيك؟ نيجي لمصطلح من سميه إيبيتوب طيب في عندي المايكروب المايكروب اللي فات على الجسم في على سطحه أجسام أو ماركرز غريبة الجسم ما بعرفها أو مش متعود عليها لهيك هيهاجمه ويتعرف عليه على إنه جسم غريب هاي الأشياء أو الماركرز الغريبة الموجودة على سطح المايكروب بنسميها أنتيجن تمام؟ إذن الأجسام الغريبة أو الماركرز الغريبة الموجودة على سطح المايكروب بنسميها أنتيجن لكن ما إنه هو مش فقط بتعرف على الأنتجين هو بتعرف على الأجزاء الدقيقة من الأنتجين الأجزاء الدقيقة من الأنتجين بنسميها يعني نفس الأنتجين فيه إلو أكثر من مثلاً إبيتوب شكله هيك إبيتوب شكله هيك فيه عليه عدد هائل من الإبيتوب إذن هم يعني هم أجزاء من الأنتجين نفسه نفس الأنتجين فيه عليه عدد هائل من الإبيتوب الإداتب إيميون رسبونس وإنفرزه بعد تحفيز البلازمة ثلث بتكون بتتعرف على بتوصل لعدد بليون خيلين يعني بتوصل لعدد بليون من الإبيتوب اللي بتعرف عليها الإداتب إيميون رسبونس لنفس الأنتجين الواحد تمام إذن في عندي كلمة أنتجين وفي عندي على نفس الأنتجين كلمة إبيتوب طيب معناته أنا هيك بحكي إنه هو كمان إيش بيمتاز بالدايفيرسيتي شو يعني دايفيرسيتي؟ يعني نفس الأنتجين حييجي يتعرف عليه ويهاجمه عدد هائل من الأنتي بادي لأنه كل أنتي بادي حيربط بديفرنت إبيتوب على نفس الأنتجين إذن هيك أنا قصدت في الدايفيرسيتي الدايفيرسيتي يعني كل أنتي بادي رح يتعرف على ديفرنت إبيتوب عن أنتي بادي آخر لنفس نوع الأنتجين بينما لو في الإنت إيميون سيستم أرجع على مثلا الماكروفاج ماكروفاج حتتعرف على الأنتجين ككتلة واحدة حتشوف إنه جسم غريب حتعمله نفس الإيميون رسبونس ما رح يختلف الإيميون رسبونس باختلاف الأنتجين بينما في الأدابتف إيميون رسبونس الأنتي باديز رح تتعرف على ديفرنت إبيتوبس موجودة على الأنتجين ورح يكون الإيميون رسبونس هائل وقوي تمام؟ الميز الثالثة كمان إنه في عنده ميموري حكينا بعد ما نعمل إيميونيشن للمايكروب حيضل جزء من البي سيلز والتي سيلز حتروح تتخزن في الليمف أورغانس أو تيشوز حتتخزن على شكل ميموري سيلز في حال صار ريكرانت إنفكشن لنفس المايكروب رح يكون عندي الإيميون رسبونس قوي وإفكتف وما رح يستغرق وقت زي ما صار في الإنفكشن الأولى طيب الـ self-non-self-recognition أكيد هي بتميز ما بين الـ self-antigen والـ non-self-antigen يعني مستحيل تكون الـ adaptive immune response اللي عنده هالدرجة من الـ specificity والدرجة من الـ diversity إنه ما يكون يميز ما بين الـ self والـ non-self-antigen فأكيد هو بيميز ما بين الـ self والـ non-self-antigen على عكس مين؟ على عكس الـ innate immune response الـ innate immune response صح إنه مثلاً الماكروفاج ما رح يتهاجم الـ self-antigen صح؟ لكن حكينا لما تضل توصل من المكان الإصابي إشارات للماكروفاج إنها تيجي وتعمل إليميناشن للمايكروب إذا استمر مصدر الـ الـ infection إيش رح يصير؟ حكينا حيصير أعراض الـ inflammatory signs واللي من ضمنها آخر إشي حيصير loss of function ليش؟ لأنه بالنهاية حتصير الماكروفاج يتهاجب كل الخلايا في مكان الإصابة مش بس الخلايا اللي عليها المايكروب تمام؟ فبالتالي الـ self-non-self-recognition متطور أكثر في الـ adaptive immune response أكثر منه في الـ innate immune response هون بيحكي لملاحظة إنه adaptive immune response not independent على الـ innate they are connected يعني هما مش كل ستم منفصل عن الآخر لا زي ما حكينا هما مكملين لبعض وباخدوا رسائل من بعض بالنسبة إلى من وين أجت خلايا المنع؟ نبدأ فيها من الخلية الأم أجت الخلية الأم من خلية بنسميها Bluripotent Hemobiotic Stem Cell في خلية أم في البون مارو أحد أنواع خلايا للستمسل اسمها Hemobiotic Stem Cell Hemobiotic Stem Cell تمام؟ هاي الـ Hemobiotic Stem Cell بوجود Gross Factor وErythrobiotens أو Myelobiotens أو Limfobiotens حسب الـ Gross Factor اللي وصلتها صارت 3-Linage تمام؟ سلكت أحد هاي المصارات حسب الـ Gross Factor اللي أجوب إذا كانوا هدول الـ Gross Factor مثلاً إيريثروبيوتن يعني أشياء حتحفز الإيريثرويد لينج في عندي إيريثرويد لينج إذا كانت هاي الـ Gross Factor ما يلو Gross Factor حتحفز ما يلويد لينج وإذا كانت لمفو Gross Factor حتحفز لمفويد لينج تمام؟ بعدها برضو نفس الإشي حسب الـ Gross Factor اللي حتيجي على الإيريثرويد لينج إما حيصير إيريثروسايت اللي هي الـ RBC أو حتصير ميجا كاريو سايت اللي هي البليتلد الميجا كاريو سايت لما تروح على السيركوليشن وتصير أجزاء من خلية حيصير اسمها البليتلد طيب الميالويد لينج إذا أجت الـ Growth Factor لـ Hemobatic stem cell وخلتها تروح على لينج الميالويد في عندي الميالويد لينج بيحتوي عدد من الخلايا إيش هم؟ حسب الـ Growth Factor لكل واحد فيهم حيصير في عندي المونو سايت طبعا المونو سايت حكينا بتشمل الماكروفاج والبندريتك سيل أو حييجي لينج البوليمورفك نيو كليار سيل اللي هم الجرانيولو سايت حكينا عنه من بارح طريقة مختصرة في عندها البوليمورفك نيو كليار سيل أو حيصير في عندي الماس سيل تمام؟ الماس سيل طبعا والبوليمورفك نيو كليار بتشمل زي ما حكينا النيوتروفل والإزينوفل والبزو تمام؟ طيب أو حتروح على لينج الليمفويد وفي الليمفويد لينج حتصير هاي الليمفويد لينج يا إما بي سيلس يا إما تي سيلس إذن هاي الأورجن لخلايا الإيميون سف طيب زي ما إحنا شايفين هون في هاي الصورة بيوضح لي كل الخلايا وإيش هي السايتوكاينز أو الميدياتر اللي رح تنتج من تحفيزه فمثلا في عند الليمفويد الميدياتر والفي صورية والتيسيلس وحكينا في أنواع من التيسيل لا هي تي س接 4 ولا هي تي سيد 8 تميناها قامة دلتا أو ال freshman killer t-cells هاي الlarge granular lymphocyte هي نفسها الن lastly killer natural killer t-cell تمام؟ هاي في الليمفويد الفاقوسى الحكينا هم الmonocyte بنوعيها po وفي عندنا النمكن هدول عبارة عن phagocyte وبالنسبة لأكزيلاري سيلز هدول يعني ما غير قادرنا على عمل الفاغوسايتوسيز وهم جزء من الانات إميون سيلز فسميناهم أكزيلاري سيلز في عندنا الإزينوفيل والبيزوفيل والمست سيل وفي عندي أذر هنضم لها البليتلت لأنه البليتلت ما بقدر أسميها خلية هي أجزاء من خلية وإلها دخل في المناعة من ضمنها البليتلت والتيشو نفسها اللي بيكون موجود فيها مكان الإصابة. تمام البي سيلز إذا صار للبي سيلز اكتيباشن حتصير تتحول لبلازما سيلز وتنتج أنتيبات طيب التي سيلز إذا صار للتي سيلز اكتيباشن إذا كانت CD4 حتتعرف على إكسترسيلولر مايكروب وإذا كانت CD8 حتتعرف على إنترسيلولر مايكروب وفي الحالتين رح ينتج منها سايتوكاينز تحفز الإنفلميشن وتحفز الإليميناشن للميكروب. طيب بالنسبة للفاقوصايت سواء كان النيوتروفل أو المونوصايت فحيعملوا إيش؟ فاقوصايتوصز يعني مباشرة حيعملوا إليميناشن للميكروب. في ميزة إضافية للفاقوصايت اللي بتكون مونونيوكلير يعني اللي أصلها مونوصايت. مش إذا أصلها نيوتروفل ما عندها هاي الخاصية. إذا هاي الفاقوصايت أصلها المونوصايت أو الماكروفيج والدندوتيكسل المهم من يكون أصلها مونونيوكلير فاقوصايت يعني مونوصايت. عندها قدرة على إنتاج الكومبليمنت. المرة الماضي لما أخذنا عن الكومبليمنت حكينا إنه الكومبليمنت يصنع هو مادة بروتينية يتصنع بشكل كبير في الكبد. لكن بالإضافة للليفر في جزء من الكومبليمنت بيتصنع من تحفيز الماكروفيج. تمام؟ إذن في خاصية للمونونيوكلير فاقوصايت إنها عند تحفيزها قادرة على إنتاج الكومبليمنت. بالنسبة لإزينوفيل حكينا بتنتج في حالات الأليرجي. البيزوفيل للبراثيتيك إنفكشن ومسؤولة عن إنتاج الهيستامين واستدعاء الخلايا. الموصل نفس الشيء. طيب بالنسبة لبلاتلت. البليتلت إحنا منعرف إنها مسؤولة عن تخطر الدم. شو علاقتها في الإميون سيسم؟ كيف تتطور أو بتصير علاقة ما بين البليتلت وخلايا المناعة هي عند حدوث الإصابة. وبعد أثناء محاولة تعمل إليمنيشن للمايكروب رح تصير تيجي خلايا رح تصير تيجي صفائح دموية أو بليتلت تتجمع في مكان الإصابة وتحاول تكون في كلوت عأساس تبلش تعمل إيش؟ تشو ريباب أو تشو ريجيناريشن فوهي بتحاول تعمل في الكلوت حتصير تتحد مع خلايا الوايت بيسيز وتفرض تستدعي أضر وايت بيسيز تيجي تعمل إليمنيشن للمايكروب تمام؟ إذن البليتلت هي نعرف إنها مسؤولة عن التخصر وعن التشو ريباب وعن التشو ريجيناريشن والكلوت فورميشن فهي أثناء تواجدها في مكان الإصابة رح تبلش تعمل كلوت فورميشن في هاي الكلوت رح تصير تتجمع فيها أو تتحد معها البليتلت وايت بيسيز. الوايت بيسيز حتصير تعمل إفراز لسايتوكاينز أو إنفلماتوري سايتوكاينز تستدعي المزيد من الخلايا بأساس تيجي لمكان الإصابة تعمل إليمنيشن للمايكروب طيب بالنسبة إلى التشو والسيلز اللي بتكون موجودة بجانب الإنفكشن أو اللي بتكون نفسها صار فيها الإنفكشن. مثلا لما حكينا إنه إنفكتد سيل بفيروس لما انصابت إن أفرزت إنترفيرون ألفا وبيتا ودتهم لمين؟ لخلايا غير مصابة عشان يفوتوا الريسبترز اللي إلهم لجوة بتعمل إنتيرنالايز للون ريسبتل أو للسيلف ريسبتل على أساس الفيروس ما يقدر يفوت من خلال. كمان حكينا في مكان الإصابة السيلف والتيشوز إيش بتعمل بيصير تبعد كيمو تاكسز أو كيمو أتراكتن للخلايا خلايا الفاقوسايت إنها تيجي لمكان الإصابة. فممكن تفرز إنترفيرونز ممكن تفرز زايتوكاينز تحديدا إيش نوعها كيمو كاينز لهم كيمو أتراكتن تمام. طبعا هون في الرسمة في كمان سيل ناقصة اللي هي الناتشرا الكيلر سيل برضو بتفرز سايتوكاين عشان بتخلص من الإنترا سيلولر إنفكشن طيب بالنسبة ل الفانكشن في عندي هون في هاي الرسمة بحكيلي إنه خلية ماكروفاج اتعرفت على المايكروب وعملت له فاقوسايتوسيز الهدف من عملية الفاقوسايتوسيز مش فقط الإلمانيشن في عنا هدف تاني من أهداف عملية الفاقوسايتوسيز بعد ما يعمل بعد ما تخلص الفاقوسايت من عملية الفاقوسايتوسيز رح تكسر في داخلها هاي المايكروفاج مثلا او الدينوتكسل او النيوتروفل رح ايش تعمل رح تفوت المايكروب اللي كان بره رح تدخله جواها بتعمله إلمانيشن بتكسيره صح حيتحول المايكروب لقطع صغيرة هاي الكطع الصغيرة هي صح عملت له إلمانيشن بس برضو الانيت إميونيتي بدها تستدعي إيش رح تعمل رح تاخد جزء من هاي الأنتجنز بتعملها إكسبرس على سطحها تمام رح تعرض هذا الأنتجن على سطحها وحيصير اسمها أنتجن بريزنتينج سل طبعا هاي الشغلة تبحث فيها هنرجع نعيدها بس هاي فقط هيك لم حبطي تمام إذن الفاقوسايت صح هي الهدف إنها تعمل إلمانيشن للمايكروب لكن فيه هدف تاني من عملية الفاقوسايتوسيز هي الأنتجن بريزنتيشن هتصير الفاقوسايت اسمها أنتجن بريزنتينج سل فلو بدي أسألهم إيش هما الأنتجن بريزنتينج سل هحكي كل الخلايا اللي بتعمل الفاقوسايت قادرة على عمل أنتجن بريزنتيشن معناته في الانيت إميون سيستم هحكي إنه المونوسايت والماكروفاج والنيوتروفل هما أنتجن بريزنتينج سل وسل وفي الأدابتبة إميون سيستم برضو البي سل حكينا قادرة على عمل فاقوسايتوسيز فبالتالي هي قادرة على عمل أنتجن بريزنتيشن فالمونوسايت والم quehstuer والنيوتروفل من الانيت والبي سلس من الاداتف هم يعتبروا انتيجن بريزانتينج سلس قادرين على عمل انتيجن بريزانتينج فبالتالي هم عملوا فاغو سايتوسل ودخلوا المايكروب وكسروا المايكروب في نفس الوقت طلعوا قطعة منه عشكل انتيجن اظهروها لمن اظهروها على السطح تمام طيب مين بده يتعرف عليها اي خلية من الخلايا اللي رح تتعرف على هاي الخلية او هاي الانتيجن الموجودة على سطح الفاغو سايت بالنسبة لالانيت في الانيت اميون سيستم المايكروفيج لما تعمل انتيجن بريزانتيشن لالمايكروب او للانتيجن رح يتعرف عليها تي هلبر ون تي هلبر ون هي نوع من انواع مش كثير ما تتركزوا كثير في التفاصيل هي نوع من انواع cd4 t-cells اذا هي cd4 t-cells لكن cd4 لها عدة سبتايب واحد منها هو تي هلبر ون فبالتالي الماكروفيج رح تعرف الانتيجن لالتيسل التيسل رح ترجع تعمل اكتيفاشن لمور ماكروفيج انها تيجي على مكان الانفكشن تمام اذا هيك انا شو بعمل بعمل مور الانتيجن للمايكروب بسرع في قوة بسرع في الرد وبزيد من قوة الرد لضد المايكروب اذا اجت ماكروفيج شافت مايكروب عملت له فاقوسايتوسيس اظهرت جزء من الانتيجن اللي كثرته على سطحها اظهرته لمين اظهرته لcd4 t-cells هاي تتيه البر ون لما شافت هذا الانتيجن وارتبطت في من خلال رسبتر مع المايكروفيج صار ايش صار لها اكتيفاشن اكتيفاشن اللي ايه لها خلاها تنتج مور سايتوكايز تروح تستدعي مور ماكروفيج تيجي على مكان اصابي تخلص من عدد اكبر من المايكروبات تمام هاي اول مثال على انتيجن بلزانتيشن طيب لو اجي على الادابتب وصل المايكروب للادابتب ايميون سيستم اجي عن البيسل البيسل برضو واحدة من خلايا الفاقوسايت رح تعمل فاقوسايتوسيس للمايكروب ورح تظهره او رح تظهر انتيجن منه على سطحها مين اللي رح يشوفه اللي رح يشوفه cd4 t-cells نوعها او سبتايب تبعها هو t-helber 2 تمام برضو هي cd4 t-cells رح تشوف الانتيجن الموجود على سطح البيسل لما تشوفه حيصر لها اكتيباشن فبالتالي حتنتج مور انفلماتوري سايتوكاي تحفز مور بيسل تمام والبيسل حكينا لما تكون اكتف متحفزة تتحول لبلازمة سلز وبتبلش تنتج في انتيباتي تمام طيب في عندي السايتوتوكسك لمفوسايد او الناتشرا الكيلر سلز والناتشرا الكيلر تي سلز هي بتتعرف على انتيباتيشن في هدول اللي حكيناهم احنا منحكي عن اكترا سلز شافوه في السيركوليشن عملوله بلعمة فوتولة داخلهم كسروا وتخلصوا منه وعملوا اظهار لجزء من الانتيجن اللي فيه على سطحهم اظهروهم لأذر سلز وعملوا مور اكتيباشن للاميون سيستم طيب لو كانت المايكروب داخلي انترا سلز حكينا اللي رح يتعرف عليه هي الناتشرا الكيلر تي سلز او السايتوتوكسك تي لمفوسايد وفي عندنا الناتشرا الكيلر تي سلز والناتشرا الكيلر كمان لحالها اللي من الانتيجن هاي عندها سايتوتوكسك انزائنز ومليكيولز وصايتوكاينز بتنفرز مباشرة على الفيرلي انفكتد سل تعملها كمان مش بس بتتعرف على كمان بتتعرف على لأنه هما في الأصل كانوا من جزء من الجسم وصار في عليهم تحولات أو تغييرات وتحولت ل واضح؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب بالنسبة للأنتجن ريكوغنيشن في الأدابتر إيميون سيستم حكينا إنه في عنده هاي سبسيفسيتي وفي عنده هاي دايبيرسيتي حكينا إنه الأنتجن نفسه فيه إلو أنتجن ديتيرمينانت أو مؤجزاء من الأنتجن تميناهم إبيتوب هاي الإبيتوب كل أنتيبودي بتعرف على ديفرنت إبيتوب يعني مثلا الأنتجن الأول في عليه إبيتوب ربط في أنتيبودي معين طيب في إبيتوب مختلف موجود على سطح الأنتجن ربط في أنتيبودي آخر طيب في إبيتوب مختلف على سطح الأنتجن ربط في أنتيبودي آخر فبالتالي كل ما يكون فيه عندي إبيتوبس مختلفة بيكون فيه عندي أنتيباديز مختلفة تربط فيهم من هون أجت الديفيرسيتي والهائيلي سبيسيتي طيب بالنسبة لإذا صار ارتباط للأنتيبادي على سطح المايكروب يعني المايكروب كان موجود إكسترا سيليولر شافته بي سيلز عملته فاغو سايتوسز تحفزت صارت بي بلاز مثل وبلشت تنتج في أنتيباديز الأنتيباديز اللي أنتجتها إيش رح تعمل في المايكروب؟ شو الفائد من إنتاج الأنتيباديز؟ في هاي الرسمة حنشوف إنه في عندي عدة أجزاء للأنتيباديز في عندي منطقة هاي المنطقة بنسميها الفابريجون الفابريجون اللي هي فراجمنت للأنتيجن بايندين إذن هي منطقة اللي بده يصير فيها الأنتيجن بايندين إذن الفابريجون هي الفراجمنت للأنتيجن بايندين ريجون فيها الأنتيجن بايندين سايت إذن الأنتيجن بايندين سايت بيكون موجود في الفابريجون طيب كمان فيه لها قاعدة تحت اسمها الـ FC Region FC Region هي Fragment of Crystallization Fragment of Crystallization زي كأنها قاعدة للأنتيبوتين الفragment of Crystallization هاي المنطقة ما بيرتبط فيها الأنتيجن إذن الأنتيجن من وين حيرتبط أو الإبيتوب اللي موجود على سطح الأنتيجن حيرتبط في الـ Fab Region تحديداً في الأنتيجن بايندينج سايت إذن هاي في عندي للمايكروب أنتيجن فيه إلو جزء محدد بيركب بالضبط على نفس شكل الأنتيجن بايندينج سايت للأنتيبوتين ربط ربط الإبيتوب مع الأنتيجن بايندينج سايت الموجود على الأنتيبوتين طيب بعد ما يربط شو الفائدة إيش رح يقدر يعمل الأنتيبوتين الأنتيبوتين لما يربط في هاي المايكروب عن طريق الإبيتوب بيصير اسمه أبسنن تمام أبسنن إذ تذكروا كيف لما في الـ Complement حكينا الـ Complement إذا ما قدر يعمل للايسز للمايكروب إيش رح يعمل؟ رح يعمل أبسنائزيشن وبالتالي بيصير أسهل للفاقوسايت إنها تيجي وتعمل فاقوسايتوسز نفس الإش الأنتيبوتين الأنتيبوتين مجرد ما يرتبط في المايكروب كأنه عمل عملية أبسنائزيشن تمام؟ نفس المبدأ كأنه عمل عملية أبسنائزيشن فبالتالي بتصير في طريقة أسرع وأسهل للفاقوسايت إنها تيجي وتعمل فاقوسايتوسز للمايكروب فبالتالي بعد ما ربطي الأنتيبوتين مع المايكروب بدو ينادي مين؟ بدو ينادي الفاقوسايت الفاقوسايت بدها تربط في الأنتيبوتين من ناحية ال-FC region تمام؟ ال-FC region في ال-antibody في جزء اسمه ال-FC region فبده في الفاغوسايت ريسبتر يركب معه ايش هو? FC receptor اذا ال-FC receptor موجود على الفاغوسايت رح يربط او رح يشبك مع مين؟ مع ال-FC region الموجودة على ال-antibody اذا نعيد المايكروب في عليه انتجن ال-antigen فيه لهم antigen determinants لهم ابيتوب ال-antibody بيكون specific لوحد من هاي ال-ابيتوب بيجي اذا ركبت معاها اجدت مطابقة لها بيشبك فيها اش ارتباط ال-antibody مع ال-ابيتوب هيعمل للمايكروب في هاي الحالة حيتم استدعاء الفاغوسايت عشان تعمل فاغوسايتوس بس عشان يصير هاد الاشي لازم تربط الفاغوسايت مع ال-antibody اللي شابك مع المايكروب من وين بدها تربط؟ بتربط المطقة اسمها الفاغوسايتوس من خلال موجود على الفاغوسايت اسمه الفاغوسايتوس تمام؟ تمام انكم اوبسونيزيشن هنا بنلاحظ لو نشوف او نقارن هاي المايكروب والفاغوسايت اجدت هتعمل له فاغوسايتوس لكن مش مغلفه ولا اشي لا كمبليمن ولا انتبول قوة الارتباط الوبسونيزيشن هايكون البييندين اقوى طب لو كان المايكروب رابط عليه كومبليمن ورابط عليه انتبادي هتكون عملية الوبسونيزيشن وعملية الفاغوسايتوسز للمايكروب اقوى او اقوى اذا كل ما زاد الوبسونيزيشن كل ما كانت قوة الارتباط وسهولة عملية الفاغوسايتوسز اكبر طيب بالنسبة الى وهونا بالتحديد بده يحكي عن ال بالنسبة ال حكينا بتتعرف على موجود وين في داخل الخلب فلنفرض انه هاي كان جواها فيروس حكينا ايش رح تعمل رح تقلل من عدد السلف ماركرز الموجودين على سطحها فبالتالي رح تكتشفها بسهولة خلية السايتوتوكسك تيليمفوسايت كمان رح تكتشفها الناتشرال كيلر السلف من الانت اميوسف لكن هون خلينا في لما تكتشف انه كل عدد مش بس موجود ماركرز طبيعيين لكن كل عددهم مجرد ما شافت انه كل عددهم رح تفهم انه هاي انفكتد سل لازم اهاجمها طب كيف بدي اهاجمها لازم تصير عملية ارتباط ما بين السي دي ايت تي سل والانفكتد سل كيف الارتباط ده يصير بده يصير من خلال ريسبتر او موليكيول اسمه الام اتش سي موليكيول نوضح في عندي اشي بنسمي ام اتش سي موليكيول طبعا الام اتش سي موليكيول برضو هنشرحها بتفصيل بس هاي اشياء فقط كمقدمة ام اتش سي الام اتش سي في عندي كلاس ون وكلاس تو تمام ام اتش سي بترمز ل الماجر هستو كومبوتابلتي موليكيول وهذا الماجر هستو كومبوتابلتي موليكيول بيكون موجود بشكلين اما ون او تو اليوم بنا نحكي عن ون بشكل مبسط ام اتش سي كلاس ون هو عبارة عن موليكيول موجود على سطح كل خلايا الجسم ما عدا الار بي سي طبعا نستثني الار بي سي كل خلايا جسم الانسان فيه على سطح موليكيول اسمه الام اتش سي ون تمام اسمه الام اتش سي هي جزء من خلايا الجسم صح فبالتالي حيكون فيه عليها ماركر اسمه الام اتش سي ون صح هاي الام اتش سي ون حيشبك مع ريسبتر اسبيسيفك لإله بيشبك عليه بالضبط بيكون مطابق لإله ايش اسمه موجود على السي دي ات تي سل اسمه تي سل ريسبتر اذا السي دي ات سواء السي دي ات او السي دي فور فيه عليها تي سل ريسبتر تمام بيشبك مع هاي التي سل طيضة تي سل فيه عليها ايش فيه عليها تي سل ريسبتر هدول مطابقين لبعض لكن وانت التي سل بتروح بتشبك فيه وبت بتصل في الانفكتر فقط في حالة اذا كانت هاي الخلية انفكتر بعد ما تشبك فيها بتبلش تفرز في والسيتوتوكسيك ماتيريال والانترفيرون جاما والمواد اللي حكينا عنها حسب الانفكشن اللي صاير وبتحفز كمان مورسلز انها تيجي وتفرز سايتوكاين انها تزيد من الانفلميشن ويصير ايش عملية للميشن في حالة صارت هاي الخلية انفكتر رح يشبك في ال cd8 t-cell او ال natural killer t-cell وال natural killer هدول بيشبكو في ال mhc class one تمام طيب بالنسبة ال b-cell clonal selection بحكيلي انه في عندي في بشكل عام في الجسم او في immune system في organs لا immune cells بتكون موجودة فيها بتكون بشكل كامل يعني ما صار لها activation بتكون مخزنة او محفوظة وين في ال organ من ضمنها spleen thymus lymph nodes وغير بغض الناس بتكون محفوظة خلينا نحكي انها هاي هي المنطقة اللي هي محفوظة فيها في cortex وفي ميضلة هيكون في جزء cortex وفي ميضلة مكان ما بتكون محفوظة بتكون محفوظة في الميضلة تمام اذا هون بيكون في t-cells محفوظة بتستنى انه يصير لها activation وهون بيكون في b طيب هاي هاي البي 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 الكامنة او ال ال او ال ال او بنسميها ال ناييف بي شو يعني ناييف بي سل يعني كامنة خلص لسه مش اكتب بتكون متخبية في او محفوظة في الم في الم او في ال اميون او اميون تمام نسميها ناييف بي سل طيب في حالة صار انوجد مايكروب وصار فيه تحفيز ل ال البي سل انه انوجد فيه انتجن او انوجد فيه مايكروب طب انا النايف بي سل اللي عندي في عندي كلونز من البي سل يعني مش فقط بي سل نوع واحد في عندي ديفرنت كلونز من البي سل اسبيسيفيك لديفرنت انتجن فبالتالي لما ييجي الانتجن على هاي البي سل النييف الان اكتف رح يشبك فيه فقط مين فقط الاسبيسيفيك لالو او اللي بتتعرف عليه فقط الانتجن اللي بيشبك مع ريسبتر البي سل هو فقط اللي رح يصير لها اكتف هاي اللي بنسميها كلون السيليكشن يعني اختار بالضبط اي كلون طب خليني بس اخلص هاي اختار بالضبط اي كلون من البي سل اللي رح اختارها انه يصير لها عملية الاكتف وانها تصير تتحول لبلازما سل او تنتج انتيب في هاي الحالي هاي بسميها كلون السيليكشن تمام بس ضي اللي اخلص سايداتين خلينا اكملهم حضوروا غياب بس تتأكدوا انه اسمائهم على الزوم نفس اسمائهم الحقيقية مش ايفون ومش عارف شو لاني حاخذ الحضور والغياب مباشرة منها تمام بس تحملوني ضي لسلايدتين بس طيب الانتجن حكينا كيفنا نعمل الانتجن في الانتجن رح تتحفز الفاقوسايت انها تيجي وتعمل فاقوسايتوسيز للمايكروب ويتحد مع لايزوزوم في داخل الفاقوسايت ويصل له عملية فاقوسايتوسيز وفي نفس الوقت هاي الأجزاء من الانتجن رح يصل لها على سطح الفاقوسايت ويصير اسمها انتجن في زينتين سلس طيب إذا كان انترسيليولر مايكروب حكينا الانفكتد سل رح ترفرز انترفيرون الفا وبيتا اللي يعطي انتفيرل ريزيستنس يعني تبعت إشارات للخلايا المجاورة إنها تصير ريزيستنس لدخول الفايروس وكمان رح يتبعت إشارات لمن للسايتو تكسك تيل الفاقوسايت ولل ناتشرال كيلر سلس إنها تيجي وتفرز انترفيرون جاما وترتبط من خلال الامتشي كلاس وان وتتخلص من الفايروس وآخر إشي بالنسبة لالفاكسينا حكينا الفاكسينا مثلا في هاي الصورة حكييلي إنهم استخلصوا من بكتيريا التيتانوس وحولوا السم اللي إلها التيتانوس تكسين حولوا لمادة أو لمادة غير ضارة أو غير سامة سموها تكسول هاي المادة غير ضارة يعني لو أعطيها للإنسان على شكل فاكسين ما رح يصير عنده مشاكل لكن هي تحتفظ ما زالت تحتفظ بشكل الانتجن الموجود في التوكسين إذن التوكسويد هو نفس الانتجن الموجود في التوكسين لكن بدون ما يصير مسبب للمرض فبالتالي الإيبتوبس اللي فيه لما أعطيها لالشخص هيصير فيه عنده مناعة حيتعرف عليها الانت إميون سيستم حيحفز الادابتب بعدين الادابتب إيش رح يعمل رح يفرض انتيبوديز ويصير فيه عندنا لونج تير بروتكشن تمام في هاي الحالة لما ثاني مرة أرجع أتعرض مثلا للتيتانوس بكتيريا إيش رح يصير رح تكون فيه عنده فاستر ومور انتنس سيكندري إميون رسبونس لما نوصل على الإميون رسبونس رح أوضح لكم شو اللي برايمري أنواع مثلا الفاكسينيشن حكينا إنه الفاكسين بشكل عام ممكن يكون الحمض النووي ممكن يكون مضاعف أو او ميت أو كتعة أو ع شكل بيكتور بغض النظر وآخر إشي فيه عندنا إميون وباثولوجي حالات مرضية بتصيب في حال إذا صار رد الفعل المناعي للجسم أكثر من اللازم بصير فيه عندي هايبر سنستيفيتي إذا كان أقل من اللازم بصير فيه عندي إميون وإذا هاجم خلايا الجسم نفسها بصير فيه عندي أوتو إميون تمام خالص هيك بنكون خلصنا الشابتر الأول يعطيكم العافية حضور غياب حاخدهم من زوم مباشرة بس تأكدوا إنكم سجلتوا لي الأسماء على الزوم بنفس أسمائكم الحقيقية يعطيكم العافية بكتورا أنا اليوم نقلت مرح كنتم شعب اللازم